إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا تسمعون الآن أيها الإخوة كيف كان سلفنا الصالح يحفظون وهذا نموذج مصغر أما أولئك فهو أنموذج مكبر فهذا أنموذج تسمعون الآن وتبصرون كيف كانت عليه الأمة من قبل وما ينبغي أن تكون عليه الأمة الآن وإلى أن تقوم الساعة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين في أي سورة؟ هذه آية في سورة الشعراء الآية الثانية والتسعين بعد المئة الآية التي قبلها وإن ربك له العزيزة التي قبلها التي قبلها التي قبلها التي قبلها التي قبلها التي قبلها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية الثانية والستين من سورة الشعراء الآية الثلث بعدها التي قبلها إلا عباد الله المخلصين التي قبلها التي قبلها التي قبلها التي قبلها التي قبلها وإليه تقلبون بأي سورة؟ لا تفضي لها قبلها وفسيروا أولميروا التي قبلها التي قبلها إنما تعبدون إبراهيم وإنجيناهم التي قبلها وقد أرسلنا نوحا إلى قناة التي قبلها التي قبلها وقال الذين كفروا ولا يعلمنا الله من الناس والذين آمنوا يعتذرون اليكم إذا رجعتم إليه التي بعدها سيحلفون يحلفون بالله لأعراب ومن الأعراب ومن الأعراب يستطيعون ومن حولهم بأواحد سورة التوبة وآخرون خذ من أموالهم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنر ثم الذي نكفى ربي ربهم يعدلون الأولى من سورة الأنعاب هو الذي وهو الله وما تأتيه وما تكذب ونزلنا عليك كتابا وقالوا لولا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ومن أولئك لهم الأمن وهم مهتنوا وقم التي قبلها وحاجه إني وجهت فأما رأى فأما جنى عليهم وكذلك النور يا إخوة الذي يغلطه ويخطئه بالكلمات بل بالأحرف بل بالحركات له هدية ضخمة الذي يغلطه بكلمة أو بحرف أو بحركة هذا نموذج صغير لأولئك الصفوة الكرام الذين حفظوا لنا الوحيين سمعتموه في كيف ضبط الكتاب وتسمعون الآن كيف ضبط أو ضبط الحكمة أو شيئا من الحكمة الآن انتهى من محصل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام والذي دونه البخاري ومسلم كما أنه انتهى من الذي دونه أبو داود رحمه الله وهو في طريقه إلى ضبط وإتقان محصل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في دواويين السنة الثلاثين طيب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث من أبي سعيد رضي الله عنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبي سعيد سباب المسوق في أي كتاب من رواه في كتاب الإيمان الحديث الحديث والخمسون باب خوف المسلمين من أن يحبط عملهم لقنوا موتاكم أبي سعيد رضي الله عنه عنده باب بترقين ما يتلى إله إلا الله من أحب لقاء الله حب الله لقاء حديث من ؟ إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج حديث من تنكح المرأة لأربع حديث أبي هرية رضي الله عنه مطلو الغني ظلم أبي هرية رضي الله عنه اتقوا الله وعدله بين أولادكم حديث النعمال بن بشير لبعده أبي هرية عوجة لبعده كتاب الفراد أبن عباس جابر لا يرث المسلم الكافر أسامة رضي الله عنه الحرب خدعة جابر رضي الله عنه باب ما جاء في كتاب الصيد حديث من عدي بن حاتم رضي الله عنه وحديث بثعلب الخشني وحديث عدي بن حاتم حديث سفيان بن أبي سفيان وحديث حديث رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مغفل وحديث رافع بن حديث رضي الله عنه بارك الله فيك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لك ترجمة نانسي قنقر شكرا